موسيقى نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى والبداية بالعنوين الانتلاق في عدة تهيئة ميناء رادس التجاري لتعصير خدماته بالكامل ودوانة تونسية ترسي وسائل مراقبة بصرية لميناء حلق الودا الأمين العام للمنظمة الشغيلة يؤكد حاجة تونس إلى توافق حقيقي يدعو الحكومة إلى دعم الشباب وحثه على المبادرات الفردية موسيقى فقمة سعودية فلسطينية في الرياض لبحث سبل الرد على أعلان ترامب بخصوص القدس قبل يوم واحد من جلسة طارئة للجمعات العامة تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم بداية من الأيام الأولى لسنة المقبلة سيكون الجزء الأول من مشروع تعصير ميناء رادس التجاري جاهزا بما يستجيب لطلبات الحرفاء وفق المعايير الدولية وفق الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف فيما تنتظر الإدارة العامة للديوانة ترخيصا من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لاستغلال وسائل مراقبة بصرية وقع تركيزها بميناء حلق الوات ميناء رادس التجاري وحتى ساعات الليل الأولى الحركة فيه لا تهدأ فهو عبارة عن ورشة مفتوحة لتهيئة المسطحات واستبدال الأرضياد في سباق مع الزمن حتى يكون الجزء الأول من مشروع إعادة تهيئته وتعصيره جاهزا مع بداية السنة المقبلة وفق الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف الذي أكد أن استثمارات المشروع الذي يتوزع على ثلاثة أجزاء تفوق الخمسة والثمانين مليون دينار وستمكن مكونات المشروع من بينها بالخصوص بوابة ذكية وأليات تخزين الحاويات من تعصير منوال التصرف في الميناء ما فكرنا في المشروع كما هذا هو أولا رضاء الحريف عن نصحيح عن تشكيات برشة من الحرفاء سواء على مستوى المردودية أو حتى على مستوى الأجال اللي يرفعوا فيها المحاويات متاحهم فمن هذا الكل بحاول الله بالمشروع هذا مش نكون تخطاوا هالعقبة هذه وبحاول الله مش ننوصلوا لمردودية هي تقارب المستوى الدولي العالمي ميناء رادس الذي يؤمن 70% من المبادلات التجارية بالجمهورية سيمكنه المشروع الجديد من الضغط على وقت خروج الحاويات وحسن استغلال مساحات الأرصفة أعتقد استحاب المساحات الموجودة في الميناء هي من 7 ألاف يمكن نوصلوا حتى 20 ألاف حاوية بقياس 20 قدم في صورة ما نكملوا أحنا المشروع هذا من المراحل المتاعه لكل ميناء حلق الواد شريان ثاني من شريين الاقتصاد الوطني ولمزيد تعصير وسائل العمل فيه قامت الإدارة العامة للديوان بتركيز 84 كاميرا مراقبة بمختلف مداخله ومسطحاته وأروقة تفتيش المسافرين العابرين منه لتكون صورة داخل الميناء واضحة بتفاصيلها بقاعة المراقبة شوفوا نحن موجودين في قاعة المراقبة مرتبط بقاعة مراقبة محلية بميناء حلق الواد اللي بدورها مرتبطة بقاعة العمليات المركزية على مستوى الإدارة العامة للديوانة ولما اللي عندنا لهنها معنتها في المانيبولاسيون هي بيدها نفس الامكانية متاحة على المستوى المركزي بالنسبة لمشروع الجهز للاستغلال في انتظار الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تبقى القوانين الجارية بهالعمل ومن أهدف هذا المشروع تقليص مخاطر التجاوزات التي قد تحدث عند تفتيش أمتعة المسافرين وسيارتهم مراقبة حركة البضاء والأشخاص تأمين سلامة المقرات في إطار الأنشطة التي تمت برمجتها من طرف الإدارة العامة للديوانة كيف كيف المشروع نتصور زادا أنه يدعم مجال تعزيز النزاهة ودعم الشفافية في قطاع الديوانة لأنه زادا يهدف إلى تقليص مخاطر التجاوزات التي يمكن أن تحدث بمناسبة عملية التفتيش المسافرين وأمتعاتهم وسياراتهم تعصير الموانئة التونسية بما يستجيب للمعايير الدولية خطوة باتجاه كسب تونس لرهان التنمية الاقتصادية التي تحتاج أكد الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين الطابوبي أن تونس في حاجة إلى توفق حقيقي مبني على برامج أهداف واضحة لا على ما وصفه بالمخاتلة السياسية في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطابوبي إن المطلوب اليوم هو توافق حقيقي بخصوص برامج وأهداف للنهوض بالبلاد وضيفا أن تونس لم تعد تحتمل مرهقة سياسية وحسابات ضيقة توافق مش النفاق حاجتنا بالتوافق الفعلي على برامج وعلى خيارات وعلى مصدقية وصدق ليس توافق النفاق هو اللي هزنا للوضعي الإرادة إذا توفرت وابعدنا عن المخاتل عنها السياسية وابعدنا عن الحسابات السياسوية الضيقة قادرين أننا بش نصفنا ربيع بلادنا وبش نهضب بلادنا نور الدين طابو بدع الحكومة إلى دعم الشباب وحفه عن المبادرات الفردية خاصة وأن الوظيفة العمومية أصبحت غير قادرة على استعاب منتدبين جدد ما يتطلب إيجاد حلول أخرى لهذا الشباب وتقاته الإنتاجية الكبرى في جل المجالات الاقتصادية نكون عندنا خطاب سياسي واضح للشباب نقولوله وراه الوظيفة العمومية اليوم راه اليوم الانتداب فيها راه نوعا ما صعب وراه ثم مجالات أخرى وأفاق أخرى إذا تفتح للشباب باش نجم يلقى موارد رزق باش ما يأيش من الأمل ونشوفه قوارب الموت اللي قاعد تنز في شبابنا وقلتها ونعاود نقول أني عندنا ثروة وطنية حقيقية من هذا الشباب المثقف والمتعلم علينا أن نوجهها في الاتجاه الإيجابي من أجل باش تكون عندها مساهمة فعلية في الدورة الاقتصادية وفي النمو ومنها في البلد وتتواصل فعاليات المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمنزارة الانتخاب مكتب تنفيذي جديد في إطار استكمال تجديد جل الفروع الجهوية للمنظمة الشغيلة في الرياضة التقى العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد يومين من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بشأن القدس وعشية تصويت على مسروع قرار في الجمعيات العامة للأمم المتحدة القدس القلب النبذ للفلسطينيين والعالم العربي تتواصل الجولات المكوكية بخصوصها لحجد الدعم الدولي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار المملكة العربية سعودية بعد يومين من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن بشأن القدس قال إن العاهلة السعودي سلمان بن عبد العزيز أكد خلال القمة الفلسطينية السعودية مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية والسعودية التي تعتبر أحد أهم حلفاء إدارة ترامب في المنطقة أعلنت ترفضها لخطوة الرئيس الأمريكي وتأتي زيارة عباس إلى العربية السعودية قبل يوم واحد من انعقاد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب من دول عربية وإسلامية بشأن قرار ترامب جلسة أممية طارئة للتصويت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان ترامب وفيه دعوة لكل الدول إلى الأحجام عن تأسيس بعثات ديبلوماسية في القدس وحذرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي من أنها ستبلغ الرئيس دونالد ترامب بقائمة الدول التي ستدعم مشروع القرار وزد قرار ترامب والفيتو الأمريكي من موجة الاحتجاجات خاصة في الشارع الفلسطينية وقد حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من خطورة التصعيد الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن القرار الأمريكي الأخير بخصوص مدينة القدس منح حكومة الاحتلال ذوءا أخضر آخر للمضي في قمعها واصطيطانها والتمسك باحتلالها والإسرار على معادات جهود إرساء السلام في المنطقة وقد استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجلسة طارية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إلى سحب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي استبقها ترامب مهددا بوقف المساعدات المالية عن دول التي ستصويت لصالح المشروع هاتت هذه الجلسة طارية بناء على طلب دول عربية وإسلامية للتصويت على مشروع القرار الذي استخدمت واشنطن حقا نقضى الفيتو ضده في مجلس الأمن الدولي أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتأجل لفترة قصيرة في حالة وجود ظروف استثنائية ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد أواخر مارس 19 و2000 هذا كانت ماي قد أكدت لأعضاء البرلمان أن الصلاحية المترتبة عن هذا تعديل لن تستخدم إلا في ظروف استثنائية نختم بهذا الخبر الذي يتعلق بحالة التقس في الأيام المقبلة ذا فدت مصالح شرطة وحرس المرور بوزارة الداخلية أنه بناء على التقلبات الجوية لمساء الأربعاء ويوم الخميس يتوقع نزول كمية هامة من الأمطار بأغلب جهات الجنوب الشرقي أخاصة برلاية مدنين وتطوين وجابس واسفاقس كما ينتظر انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بمرتفعات المناطق الغربية وهبوب رياح قوية خاصة بمناطق الجنوب ودعت هذه المصالح وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مستعملية طريق إلى أخذ الأحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والانتباه لتجمعات المائية وعدم عبور الأودية التي تشكل خطرا وكذلك التعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السيرة والجوال إلى التذكير بالعنى الانطلاق في إعادة تهيئة من أرادس التجاري لتعصير خدماته بالكامل والدوانة التونسية ترسي وسائل مراقبة بصرية لمنى حلق الوداء الأمين العامل المنظم الشغيل يؤكد حاجة تونس إلى توافق حقيقي ويدعو الحكومة إلى دعم الشباب وحثي على المبادرات الفردية قمة سعودية فلسطينية في الرياض لبحث سبول الرد على أعلان ترامب بخصوص القدس قبل يوم واحد من جلسة طارئة للجمعية وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة تونسية تونسيا تي بي بوان تيان ليلة طيبة للجميع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر